بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة الهدى الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الاهلوية وبيت كل الناس في ظل واحدة من اسوأ مواسم النادي الاهلي من الناحية الفنية من هو افضل دفاع في الدولي العام المصري حتى الان قبل نهاية مباريات الاخيرة او قبل نهاية المباريات الاخيرة بشوت تقريبا او بخمسة واربعين دقيقة تخيل حضرتك ان افضل دفاع حتى هذه اللحظة او هو بالفعل هو افضل دفاع دفاع النادي الاهلي لان نادي بيراميدز اتنين وعشرين هدف ودخل فيه جنب من شوية كمان بقى تلاتة وعشرين هدف والنادي الاهلي واحد وعشرين هدف طوال خمسة او ستة وثلاثين مباراة طيب تخيل حضرتك من هو افضل فريق من الناحية الهجومية او من هو افضل فريق احرز اهداف حتى الان انا بتكلم مع حضرتكم حتى الان مين اكتر فريق جاب تخيل حضرتك في واحدة من اسوأ مواسم النادي الاهلي ان يكون النادي الاهلي هو الافضل دفاعيا والافضل هجوميا باثنين وستين هدف حتى الان لانه ازا مالك واحد وستين هدف ممكن لسه بيلعب مباراة مع ايستن كامبني عدى منها تقريبا نصف ساعة وفاضل خمسة واربعين او فاضل بقية الشوت الاول والشوت التاني فاضل ساعة تقريبا على المباراة لو بعد نهاية المباراة انتهت هذه المباراة بهذا الشكل الاهلي هو الافضل دفاعيا والافضل هجوميا في موسم بيتقال عليه في موسم بيتقال عليه ان هو موسم كارسي للنادي الاهلي الكل بيحلل هو ليه النادي الاهلي وحش هو ليه النادي الاهلي سيء هو ليه النادي الاهلي ما بيعرفش والله العظيم الكلام اللي انا بقوله ده بيحصل اكيد حضراتكم بتسمعوا انه هو ليه النادي الاهلي ما بيعرفش يدافع هو ليه النادي الاهلي ما بيعرفش يهاجم وفي ظل كل ده النادي الاهلي هو الافضل دفاعيا والافضل هجوميا اتمنى ان الناس تاخد كلامي زي ما هو زي ما انا بقوله مش تاخده وتقلبه وتقول كلام تاني عمري ما اقول كده عمري ما اقوله في ظل كل هذه الظروف وفي ظل ما يحدث ضد النادي الاهلي وانا اقصد هذه الكلمة ضد النادي الاهلي من اخطاء تحكمية فجة ووضحة وصريحة ومن اجهاد عام لكل اللاعبين ومن سوق مستوى واداء فني ومن اخطاء من بعض اللاعبين ومن الجهاز الفني النادي الاهلي هو الافضل دفاعيا والافضل هجوميا يعني اذا كان هناك بعض العدالة اللي نقدر نتكلم فيها من الممكن جدا انا قلت 14 نقطة خسره من النادي الاهلي بسبب التحكيم الظالم التحكيم الغير ظالم لو ال 14 نقطة دي خدنا منهم 10 نقطة كنا زماننا خدنا الدوري في ظل مستوى غير جيد او غير مرضي لجمهور النادي الاهلي في ظل مستوى والله الناس طالعة تحلل كل حاجة ضد النادي الاهلي اللي هو احنا ازاي بيخش فينا جوان احنا ازاي ما فريق وحش ازاي ابنعرفش نجيب جوان والله حضراتكم اكيد سمعتوا بعض القنوات الاخرى وبعض المحللين وبعض الموزيعين بيكلموا في هذا الامر وبهذا الشكل ومع ذلك انا قعدت اجيب الارقام اقول يا جماعة وافرج في عناي كده وقولهم يا جماعة بجد الارقام دي حقيقية الارقام دي حقيقية يقولوا لي اه الارقام دي حقيقية اقولهم بجد ولا احنا حطين جنين ثلاثة للاهلي زيادة مثلا عشان يبقى افضل هجوم ولا احنا قلنا لهم قللوا من الاهداف شوية عشان يبقى الاهلي افضل دفاع قالوا لي لا قالوا لي لا خصوصا ان انا سألت الشباب معانا في الاعداد قلت لهم يا جماعة قالوا لي احنا لعبنا حوالي 8 او 9 مباريات بالناشئين واللاعبين اللي جايين او اللي بقى لهم فترة ما لعبوش مباريات فتخيل حضرتك ان كل اللي احنا بنتكلم فيه ده وكل التوجهات الاعلامية اللي ضد النادي الاهلي وانا قصد اقول هذا الكلام كل التوجهات الاعلامية اللي ضد النادي الاهلي بتتكلم على الاهلي وحش والاهلي ما بيجيبش جوان والاهلي بيخش فيه جوان كتير وان عندناش حراس مرمى وان الشنوي وحش وان علي لطفي وحش وإن مصطفى شبير مش عارف إيه وإن حمزة علاء إيه والكلام ده كله فأنا أعدت كده أجيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وأعدت أحسبهم بإدائية كده يا عوز حسب لي قاعد يقول لي المطش ده كذا أكتب اتنين المطش ده كذا أكتب تلاتة المطش ده كذا أكتب اربعة لغاية لما لقيت إحنا جاي بين اتنين وستين هدف وأفضل فريق من الناحية الهجومية أو أفضل فريق أحرز أهداف حتى هذه اللحظة النهاردة بتكسب سيراميكا هو بكامل نجومه أربعة صفر وإنت المجموعة كلها كتنشئين باستثناء طبعا رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد محمود وموكي سوني بقية اللاعبين كلهم شوية شباب نشئين يعني وأحمد عبد القادر فبالمناسبة يعني ممكن يكون الباقي دول كلهم تحت السنة يعني صغيرية فأنا الحقيقة بشوف أن الناس بتحاول أن هي تقول أن النادي الأهلي موسم كارسي هو بالفعل موسم كارسي بالنسبة لنا كجمهور بقى أنا هتكلم هنا كجمهور بالنسبة لنا لا موسم كارسي الدوري ضاع الكاس ضاع الكاس القديم يعني ضاع وبالتالي الناس مش مبسوطة من الأداء ولكن وفي أفضل من الأرقام عندما نتكلم عن أي شيء يعني هو أنا لما أقول أن النادي الأهلي 42 بطولة وأن بقية الأندية اللي موجودة في الدوري العام المصري واخدين 21 بطولة يبقى أنا بقول حاجة غلط يبقى أنا بتريأ على بقية الأندية غير حقيقي طبعا ده رقم حضرتك ارجع لو أنت مش عارف الكلام أو مش فاهم الكلام ارجع للأرقام اللي بتقول هذا الكلام ارجع للتاريخ سجل أبطال الدوري المصري من سنة 48 وحتى الآن هتلاقي إيه أنا بحاول أفهم ليه اللي عايز يفهم أن 42 دوري هتلاقي لو رجعت للسجلات من 48 لغاية دلوقتي هتلاقي ندي الأهلي واخد 42 بطولة طيب بقية الأندية 21 بطولة مش أنا اللي بقول والله العظيم ما أنا اللي بقول مش أنا اللي قلت الكلام ده سجلات اتحاد كرة القدم المصري قالت هذا الكلام ما عرفش ليه الناس بتاخد الكلام بطريقة بتحاول دايما أن هي توقع في الكلام وتقول كلام لا يصح أنه هو يقال لا يصح هو أنا لما أقول أن النادي الأهلي هو اللي بيجر بقية الأندية قد أكون تصرعت في أن أنا قلت هذا الكلام ولكن عشان أنا عندي أرقام كتيرة واضحة قدامي في عقود الرعاية أنا عارفها بس مش حادر أتكلم عنها لأنها أرقام ليست رسمية وليست للنشرة كمان أنا ما قدرش أتكلم فيها ولكن لما تطلع ساعتها أنا بقى طالب كل الناس اللي عمالت التكلم دي تعتذرلي أو بلاش تعتذرلي أنا آسف أنا آسف مش قازي تعتذرلي ولكن تعتذر لجمهور الأهلي على الإساءات والكلام الغير لطيف اللي بيرددوه اللي بيقولوه لأنه الأرقام لما تظهر هتعرفوا بحق ربنا أن النادي الأهلي هو الجرار اللي بيجر الأطر هذه هي الحقيقة الواضحة لكل الناس وبالمناسبة أنا فيه ناس كلمتها بتقولهم يا جماعة وأنتم ما تعرفوش أن الكلام ده قالولي إحنا متأكدين أن الكلام ده صحيح طب إما لإيه يعني هوات الترندات هوات الترندات بيحبوا يعملوا الأفلام دي أو القصص دي لما أطلع وأقول أنه النادي الأهلي هو أفضل نادي من كل النواحي لو في الرعايات وفي كل شيء هذه الأرقام بتقول كده على فكرة يعني أنا لو مش في قناة الأهلي وشغال في قناة تانية وطلب مني أن أنا أو يعني حد سألني وقال لي مين أفضل نادي أو مين الجرار اللي بيجر القطر في أي نادي أو في الدور المصري حقوله من نادي الأهلي حتى لو أنا مش شغال في قناة الأهلي على فكرة في بعض من لا يشجع النادي الأهلي ناس محترمة وفهمة بتقول هذا الكلام برضو